حاجة البحث تفكرت احبت ندرك الصباح ومبعد صباحا ما تهيت الموضوع اللي درناه الحلقة اللي فاتيت عن الحكة تعاقت ما زلتك قول غير حاجة أنا قلت لك قلت لك المرة الماضية والله غير البارح كي هضرتوا عليه مشيت للدار قعد نحك مانا شح لاني عدك خسلتوا قلت تحكي براسك سي بسيشيك بتنشيك على بالك عده هكذا نحك تفكرت قلت نجيه الصباح من قولها لها شتي كيفاش أنا قلت لك المرة الماضية لا تحتاج لك كونسنتري مالا بزارة السبب ماشي هكدك سبب كونسنتريت معاها بزارة والله حتى حقدتها من الدار معالي سالة ما تكين تاوي الزهر عيطي لك على باتي المهم مشاهدينا شوفي وين راكي وين ما كنتي سيداتي ولا أنيساتي حبسي كل شي واروحي لي هنا قبلنا هنا اروح يجيبي هدك الدفتر ولورقا وسطيلو بسجلي اليوم فيلر طبيعي فيلر طبيعي يلا حتى الفيلر او عندنا في الدار يا عبود وورو عندنا في البلاكر وحنا ما را نشعطين له قيمة وماناش جايبين تخبر قولك وشف شفت الخميرة هاديش تهنا نعم شوف جاي دوخ شاف لك المكوينة وبمقدرة تعوس ما كابتيتها اذا مشاهدينا اليوم فيلر طبيعي انتوما لكم سيداتي راهوا في الدار عندكم وربما هذا المكون ما تطوروش قيمة لكن رهيب جدا يعني يوم ليح للوجه ستقولنا نحن نديرو شغل نسيغي كل مرة نديرو فيلر مرة للوجه مرة للشفايف كل مرة يعني نديرو حاجة خاصة اوكي؟ لأنه راهي توندونس تع العام والناس كلها تحب حقدما شو بلجي نروح مباشرة كما قولوه للطبيب ونستعمل وصفات للحقن راح نديروه في الدار ماشي مودر وفي نفس الوقت يعطيكم نتيجة رهيبة جدا اذا نشوفوا قبل المكونات وبعد ذلك نرجع لطريقة الاستعمال عندي هدايا قبل ما بدك المكونات يا عبود عندي هنا بياد بيضة متوفرة عندي شوية تعماء الزهر ولا ماء الورد واش متوفرة عندكم في الدار وعندي الخميرة لكن ماكملت له مش عبود وش من نوع تعل الخميرة لا 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 الخميرة تعل كي سموه تعل الخبز كي سموه كي سموه خميرة الفورية يعني الخميرة تعل الخبز كما قال لكم خطر كي سموه الخميرة الفورية وكي سموه الخميرة الكيميائية اذا باش نفهمكم تقدروا تستعملهم في زوج لكن النتيجة ما تكونش كيف كيف الخميرة الكيميائية هذه ولا الخميرة عفوا الفورية الخاصة بالخبز ريجي عبارة باش تشوفوا عبارة على حبيبات صغيرة اوكي اما الخميرة الاخرى الكيميائية الاخرى جي رطبة بودغ ليستعملتو هاديك هاديك رح نستعملوها في نفس الوصفة لكن وشنو لترطيب البشرة هاديك رح تزيد رح تشد الخدود رح يعني تزيد تاتيكم يعني ان فوليوم الخدود تاعكم لوجه تاعكم يستعملو للنساء اللي يقول لك انا وتي معظم يعني مليحة في الجسم التاعي لكن عندي في وتي فارغات يعني وتي وهادي خليقة يعني وتي معظم يعني بهذه الطريقة ستقينة رهيبة جدا اذا كدلي باش تعرفوا علش الخميرة لان الخميرة باش تعرفوا وش فيها الخميرة مكويل اساسيتها فيها في طريقات ملكية صح باش تعرفوا يعني على بيها تتنفخ هكذاك فبالتالي المكوين فيها كذلك فيتامين بي سيس البيئة يعني باعدة فيتامينات رح يغضيوا البشرة ويعمع كين خلطوها مع البيض فقط يعني رح يعمل على شد الوجه ورفع الخدود اما المظهر فهو اللي التنكيه فقط يعني على الريحة والمظهر كذلك هو حاجة طبيعية يعني كين شمخوا به رح تتفاعل يتنفخ لأنه لازم مادة تكون سائلة باش تخمرنا هاد الخميرة طريقة التحضير نجيهنا يا الخميرة ديالي كي مراكوا تكون دوغير شوية ما ديريش كونتيتي كبيرة نديروا بيض بيضة نهكدا نخلطوا مليح نهكدا شوفوا نزيدوا لها شوية قطرت فقط من ماء الورد هكدا حتى نحصلوا على خالي ماء الورد ماء الورد لأنه بلك البيض مع الخميرة سببنا شوئي زاج لكن كين دروشة مورو تشوفي لو كنجي تشميها رح تشوفي بليك مكحتاري حظهر نحن نأكدوا فقط من أنه خلطنا مليح باسكو هاد الخميرة حبيبات لازم نخلطوا مليح مو شاهدينه باش يولي لي عندي خاليط متجانس مع بعضها هكدا مو باشراتا وش نحن نديروا سيدة تأخدها وتبدأ تطلي على الوجه ديالها نطليو المرة اللولى ونخليوها تنشف ما نغسلوش نزيدو نطليو المرة التانية يعني دوزيا ميتاب ما نغسلوش وحتى تنشف نزيدو التالتا حتى تولي سمك كبير تاع هاد القيناع هدايا هذا ما كان من بعداتي نخلوها تنشف مليح ونشلوها أطينيها تخليها في وجهك غير 30 دقيقة فقط حتى تشوفي في خلال 15 يوم أن الوجه تاعك بدأ يتعمر وكذلك حتى تشوفي الخدود تاعك طلعت للفوق إذا فيلر طبيعي في بيتك يا سيدتي غير لك كنت عجزانة ولا ما قدرتش كما نقوله تروح يدري لكن اختك من كل حاجة ودري فيلر طبيعي لخدودك انت يا ولا الوجه تاعك المرة الجاية كذلك راح نجيب وصفة أخرى يعني حتكون خاصة بالشيفة لأن الفيلر عنده يعني كل فيلر مخصص لمنطقة معينة المهم هكذا ما كين يعني مصروف كبير ما كاش كذلك هذوك الحقن ما تخافي من حتى حاجة فير طبيعي في بيتك سيدتي را هو في الخميرة هادية باش تعارف يعني مكون فيه سر كبير باش يشد البشرة وكذلك يزيد يسم من الوجه تاعك يعمر لك هذوك الخدود سيدتي ون ون